اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مثلما تشيع دول الاحتلال للعراق أمريكا وبريطانيا وكل الدول الغربية وحتى الدول الإقليمية والعربية كل الدول التي رضيت أو يجبرت بالمشروع الأمريكي في العراق مشروع الاحتلال كلها تتحدث عن أن العراق مستقر حكومته بشكل آخر وهكذا يتحدثون عن كل حكومة تشكل هذه تختلف عن السابقها وهذه أكثر وطنية وهذه أكثر حرصا ورئيس الوزراء أو رئيس الحكومة الجديد مباشرة يبدأ بتقطيع جسد الحكومة السابقة التي سبقته ويخرج فيها أسوأ ما يمكن ويشر كل غسيل الوسخ على الحبار هي وزراءها ورئيس وزراءها والكل ويدعي أنه وطني ويدعي أنه ما ينتمي لأي حزب وهو الحاكم ومو غيره وهو متمسك في استقلال العراق وسيادته ولا أحد يتدخل في قراره وحكومته وطنية مئة بالمئة وبعد أن يذهب تأتي حكومة خلفه وإذا بهم يعني ينشرون غسيله الوسخ على الحبار مثل ما يعرف الشعب وطلعون جزء من حقيقته أنه هو عميل للخارج فاقد إرادته العراق غير مستقل اقتصادة فساد خراب دمار مشاريع متأخرة سرقة هكذا كل الحكومات وتابعوا كل الحكومات من عام 2013 لحد الآن وسترون هذه النتجة نتحدث عنها وهذه واقعية هذا ليس حديث يعني ليس حديث من يعارض هذا النظام لا هذا حديث واقعي الشعب كل يتحدث به يعرفه مثل ما أقول مثل ما يتحدثون ذوله بالخارج فبالداخل أيضا هم يتحدثون يقولون أنها هي حكومة هذا رئيس الوزراء هذا رجل مستقل ما لعلاقة بحزيز وهو يطلع يقول أني ما لعلاقة بحزيز وما لعلاقة بهذا وأنا مستقل وقراري من رأسي وما أحد يقدر أفرض علي قراره وإرادتي واحدة والأيام تثبت كذب هذا الادعاء يعني مثل ما تحدث محمد شيع السوداني يقول كذا نفس الحديث لكن الأيام تثبت أنه هو كذب ويقولون أنه انتخب الشعب والشعب لم ينتخبه 85% من الشعب قاطع الانتخابات والأقل من 15% أو حتى 15% اللي شاكوا الانتخابات هم جماعتهم ميليشياتهم وقواهم الأمنية والجزء الأكبر اللي فاز بالانتخابات هذه من 15% انسحب واللي شكلوا الحكومة هم الجزء الخاسر لهذه الانتخابات ويقولون الشعب اختارها لهذه الحكومة هو اللي اختارها هو اللي وضع صوته بالصناديق وأيدت أمريكا ببيانات والاتحاد الأوروبي ومعرف منه دول عربية وقليمية تؤيد هذه الحكومة وتحتبرها ويقولون 40% من 45% من العراقيين شاركوا وكذبه كبير وعموما ما هذا حديثنا لكن حديثنا ينصب على أنه من يدعي أنه هو قرار من رأسه وقرار وطني وهو من يقرر هل ما حصلت الأزمة الأزمة الأخيرة لأنها أزمات كثيرة بين أربيل وبغداد وقالوا أنه مسعود أنه حكومة أربيل كتبت رسالة إلى الأمريكان إلى بايدن وتطلب مننا التدخل ووضعه وبعدها انحلت القضية حلت بأوامر أمريكية ومن يدعي غير هذا كاذب ويعني غير صادق ومزور للواقع والدليل أنه السفيرة الأمريكية أول من عيد هذا الاتفاق وقالت يعني أثنت عليه الجهود المبذولة بين حكومة في بغداد وأربيل والتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها وباركت يعني موافقة مجلس الوزراء الحالي على تحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة هكذا البيان والسفارة الأمريكية بغض النظر عن هذا الذي يثبت أن هذه الحكومات أو رؤساء الوزراء هم لا يحكمون هم مواجهة فقط ومن يحكم هي الميليشيات من تحكم هي قوى أخرى تحكم ميليشيات تابعة لإيران القوى تابعة لإيران بشكل أو بآخر بدليل أنه قيسة خزعلي اللي هو زعيم ميليشيا عصائب العصائب هو لا موظف بالدولة ولا مسؤول بالدولة ولا أي شيء بالدولة وعدد نوابه أنتم تعرفون يعني هم أقل من من خمسة بالمئة اللي فازها وشقد العدد النواب المهم يعني لا يمثل شيئا له وزير خارجية له رئيس وزراء له نائب رئيس وزراء له وزير خارجية أبدا ولا مسؤول ولا هو موظف بالدولة يقول واحد من قيادي العصائب خرج يقول تم يعني تفاهم بين بغداد وأربيل وعليه وافق السيد قيس الخزعلي على يعني قبول هذا الاتفاق وافق على حل الموضوع يعني و وافق وهذه يعني المهم أنه وضع شروط معين قال أنه هاي الفلوس تروح للموظفين والاتفاق كذا وضع شروط طيب السؤال إذا كان الخزعلي هو من وافق هو من يمرر طيب ما علاقة يعني يعني شو يعني شنو علاقة شنو علاقة الخزعلي وما دور الحكومة إذا كان الخزعلي هو من يقرر يعني نقول هاي توجيهات الخزعلي تدقيق حسابات الأقليم وافق عليها يجب أن تدقق حسابات الأقليم وصول الرواتب من وظفين كشرطين وضعهم الخزعلي والخزعلي أكد أنه يعني فرض الاتفاق الإنساني مشروط لحل مشاكل الأقليم يعني هو وافق على حلة إنسانية يعني أنت تتساءل طيب من الحاكم للعراق إذا كان قيسد خزعلي هو الذي يقرر هو الذي وافق وافق على الاتفاقية مع أربيل وافق عليها واعتبرها إنسانية وخلالهم شروط معينة طيب ما علاقته الأكراد يعني كان لازم يروحون للسودان يروحون قبل قيسد خزعلي يقعدون يقس إلى خزعلي يقعدون يقس خزعلي ويقبل قيسد خزعلي وانتهى الموضوع لماذا يروحون على 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 امرgress محمد الشيع السوداني وربما هو هذا اللي حصل يعني ومن راحة وجوز على محمد الشيع السوداني قال له أنهم لعلاقة له على على قيسد خزعلي هو إذا وافق أن المشيح القضى أنهم لعلاقه خيسر خزعلي بارك الخطوة وأثنى عليها وخلى شروطه والسفيرة الامريكية باركت وأثنت على الاتفاقية وطلبت من عدهم مشون الميزاني والفلوس وخيسر خزعلي يقول هذا هذا فرضنا الشروط الانسانية في هذا اللي احنا قبلنا بالشروط الانسانية وهو يجب تدقق حسابات الاقليم وتوصل الرواتب الموظفين وتوجيهاتها هذه فبالتالي انت تسأل يعني شنو وظيفة رئيس الوزراع الحالي هذا وظيفة الحكومة شنو علاقة بغداد واربيل شلون شون تتم يعني اي طريق قضية مبهمة مضحكة مبكية العراق به رؤوس كبيرة واصغر رئيس بها ورئيس الحكومة يعني الرؤوس حاكمة في العراق اصغر رئيس بها ورئيس الحكومة وربما لا رأس لها الرؤوس الباقي هي التي تتحكم فترة يحكمنا نوري المالكي من وراء ستارة ويحكمنا الخزعلي ويحكمنا ما عرف منه وهذا الموضوع وبالتالي يجب ان تتفاهم مع هؤلاء كثير من الناس اللي كانوا مغضوب عليهم حصلت موافقات مو من حكومة تحصل موافقات من الخزعلي من المالكي ومن غيره لعادتهم إلى العراق هذا وضع العراق فبالتالي ليس في العراق حكومة ومن يدعون أنه حكومة واستقلال وإرادة وقرار من رئيس الوزراء كذبة كبيرة رئيس الوزراء مجرد واجهة والحكومة مجرد واجهة والأحزاب والميليشيات لمن تحكم هو قائل الخزعلي قائل احنا عينا ونحن نقدر نشيله وهذا واقع حال لم يقذب الرجل واقع الحال هذا لأنه بدأوا يتحدثون بقوة لأنهم مسيطرين على الشارع بقوة السلاح والميليشيات فهذا وضع العراق من يتحدثون عن حكومة مستقلة وقرار وطني وإرادة وطنية وإرادة من رئيسهم ومحد يتدخل وإيران ما لها علاقة وامريكا ما لها علاقة يسكت وفعنيه أبداً ما يتكلم هذا الكلام الكلام مياملاً خزعلي لا يمكن أن يتحدث إلا إذا تحدثت إيران إلا إذا أعطته ضوء الأخضر إيران من تقول له افعل كذا وكذا فبالتالي إحنا قرارنا بإيران وبالتالي على أربيل إذا ما أرادت تفهم مع بغداد أن تذهب إلى طهران ومن يريد أن يقيم مشروع في العراق إذهب إلى طهران لا يأتي محمد الشيعة السوداني وبالتالي طهران تأمر رجالاتها وعصاباتها في العراق لتسهيل الأمور هذا واقع الحال وهذه كل القصة بكل خلاصتها وبكل حقيقتها وقد هذه الحلقة انتهى أعزاء المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة